مرحي الخير يا سنة أولى النهاردة هنشرح درس جديد وهي استراتيجية حل المسائل بالطرح أول مثال عندي بيقول كان عندي هنا كده حوض سمك للحوض السمك زي ما احنا شاهدينه في مجموعة من أسماك 19 في السمك وفي كم سمكة 19 طيب وبيقول نادية نقلت خدت من الحوض ده مجموعة من الأسماك نقلتها في حوضين احنا مش عارفين مجموعة الأسماك دي كام في الحوض الأخر دي كام فنحط نقل فتبقى في الحوض تسع أسماك فالمهم دلوقتي هنوصل العدد زي ما احنا متعلمين استغير للكبير بعد التسعة عشرة حداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر فهنلاقيها عشر أسماك هي خبت في الحوض الجديد عشر أسماك ليه لاني لما نيجي طبعا نطرح برضك تاني كده تسعة نقص صفر بتسعة واحد نقص واحد بايه بصفر بقى هي التسعة ناخد مثال كمان يا سنة أولى عندي هنا معنين 18 جنيه اشترت كتعة جاتو كتعة الجاتو دي طبعا هي كان معها كام المبلغ اللي عندي 18 جنيه اشترت منه كتعة جاتو متبقى معها ستة جنيه احنا طبعا مش عارفين هنا كتعة الجاتو سأرها كام طبعا زي ما احنا متعودين 18 نقص 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 بتساوي ستة طب هنعمل ايه هنوصل الصغير للكبير الستة للتمنتاشر بعد الستة سبعة تمانية تسع عشر حداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تمنتاشر طيب في حاجة هنا سنقول طبعا الـ 18 جديد كبيرة هي ناتج الستة جنيه زائد طبعا نحولها تحت كده في العملية دي ممكن نحول اي مسألة من طرح الجمع بالطريقة دي اتناشر زائد ستة بتساوي 18 جنيه لكن كتعة الجاتو كب كام في الاخر اتناشر جنيه كتعة الجاتو كب كام باثناشر جنيه نشوف مثال كمان هنكمل العدد الناقص زي ما احنا متعودين اتناشر ناقص كام بتساوي عشرة هوصل الكبير استغير للكبير استغير لالعشرة بعد العشرة حداشر اتناشر عديت كم سابق عديت اتنين طيب هوصل التسعة للستاشر بعد التسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر عديت كم سابق سبعة طيب بعد كده هوصل العشرة للعشرين عديت كم سابق طبعا عشرة طيب هوصل بعد كده 18 ناقص ناقص بكتاوي اربعتاشر هوصل الاربعتاشر للتمنتاشر بعد الاربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر عديت كم سابق عديت اربع سابق وكده هنقول نكون خلصنا درس النهاردة شكرا لكم شكرا لكم